موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ابحث عن أيدي حزب العمال الكرد الثاني تقولها تركيا في أغلب الأحيان عندما تضربها تفجيرات في هذه المدينة أو تلك لم يشذ المسؤولون هذه المرة في توجيه أصابع التخام للغريم التقليدي حزب العمال الكرد الثاني في التفجير المزدوج الذي وقع في اسطنبول مساء السبت فمن غيره يسعى لزعزعة أمنها والعبث باستقرارها ولم يطل انتظار الجواب حتى أعلنت فعلا المجموعة المقربة من حزب العمال تطلق على نفسها اسم سقور حرية كوردسان أنها المسؤولة عن التفجيرين مراسل الجزيرة عامر لافي معنا من اسطنبول عامر أين وصلت التحقيقات في تفجير المزدوج الذي وقع أمس في اسطنبول وهل تضح حتى الصورة أكثر نعم عبدالصمد لا زال الوضع كما هو عليه هناك ثلاثة عشر من المؤتقلين الآن لدى قوات الأمن التركية لم يتضح بعد لكن سلطات التركية أكدت أو أنها قالت منه 90% حزب العمال الكردستاني هو المسؤول عن هذا الهجوم وأنها لن تذيع ما لديها من تفاصيل كثيرة كما قالت حفاظا على سرية سير التحقيقات في هذه القضية لكن بغض النظر لا شك أن ما جرى هذا الهجوم كان ضربة موجعة وجاءت في وقت حرج بالنسبة لتركيا التي تخوض الكثير من المعارك على جبهات مختلفة داخلية وخارجية كانت مدينة اسطنبول التركية على موعد مع ليلة عطلة نهاية أسبوع دامية بعد نحو ستة أشهر من هدوء النسبي عاشته المدينة التي يسكنها خمس سكان البلاد عشرات القتلى والجرحة سقطوا جراء تفجيرين في محيط ملعب نادي بشكتاش الإسطنبولي الشهير اتهمت أنقرة حزب العمال الكردستانية بالوقوف وراءها وتواعدت بالانتقام والتصميم على المضي في حربها حتى القضاء على ما تسميه الإرهاب بيد أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تقدم فيها أنقرة وعيدا كهذا حيث استمرت التفجيرات في ضرب المدن التركية ليصل عددها إلى نحو عشرين تفجيرا خلال العام الجاري وحده اتهم بتنفيذها كل من حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية ويأتي هذا الهجوم في وقت تخض فيه أنقرة حروبا على جبهات عدة داخلية وخارجية داخليا خضت تركيا حربا ضروصا ضد العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد منذ تموز عام 2015 وتمكنت منتصف العام الجاري من إفشال مشروعه لإقامة مناطق حكم ذاتي في المدن ذات الأغلبية الكردية فعاد الحزب إلى استهداف المراكز الأمنية والحيوية داخل المدن خارجيا خضت تركيا حربا سياسية مع شركائها الأوروبيين واتهمتهم بدعم الإرهاب والسماح لمناصري حزب العمال الكردستاني بالعمل بحرية على أراضيهم خصوصا أنه يوجد في ألمانيا وحدها نحو أربعمائة جمعية ومنظمة مجتمع مدني مرتبطة بالحزب كما يقول الأتراك ووصلت الأزمة حد تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قرار غير ملزم بوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي كما توترت علاقات أنقرة مع حليفتها واشنطن المتحالفة مع حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا والذي لا ترى فيه أنقرة سوى فرع سوري لحزب العمال الكردستاني وعلى جبهة داخلية أخرى تخض أنقرة حربا أمنية ضد أناصر ومؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية وأخرى تهدف إلى استئصال تنظيم فتح اللاقولان الذي تتهمه بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف تموز يوليو الماضي وعلى إثرها اعتقل أو عزل من وظائفهم آلاف الجنود والموظفين من مختلف مؤسسات الدولة أما خارجيا فالجيش التركي وفي واحدة من المرات القليلة النادرة في تاريخ الجمهورية يتدخل عسكريا بشكل مباشر داخل الأراضي السورية لتقديم الدعم إلى الجيش السوري الحر في حربه مع تنظيم الدولة ولكي يحرم الأكراد من حلمهم في تحقيق تواصل جغرافي بين مناطق نفوذهم في شمال سوريا عبدالصمد لا شك أن هذا الهجوم جاء ليزيد من تعقيد المشهد التركي المعقد أصلا وليطرح العديد من الأسئلة عن مستقبل السياسة التي ستنتهجها الحكومة التركية سياسيا وعسكريا وأمنيا وعن السياسة التي تخذتها في الماضي عسكريا وسياسيا وأمنيا أيضا شكرا لك عامر لافي مراسل الجزيرة في إسطنبول ونرحب بضيفينا الذين ينضمان إلينا من إسطنبول الدكتور جنكيز تومار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة مرمرة وبضيفنا من ميامي المحلل السياسي غيمي بي نرحب بالضيفين الكريمين ساد دكتور جنكيز تومار المشهد التركي مؤقد ويزال تعقيدا ولكن في كل مرة تتعرض توكية لتفجيرات كهذه أو هجمات كهذه تتوجه بأصابع التخم فقط إلى حزب العمال الكورديساني لماذا؟ طبعا هناك الحزب العمال الكورديساني المشتبه الأكثر شهرة في تركيا والشيء الثاني الداعش وبالنسبة أن ننظر إلى الشكل والتفجيرات ومباشرة الهدف الشرطة ونحن نتوقع بأن هذه العملية الهزب العمال الكورديساني وأيضا هناك في بعض الوكالات الأنباء وهناك أخبار يعني هزب العمال الكورديساني أو المنظمة تابعة لهزب العمال الكورديساني هي المسؤولة عن هذه الانفجارات طبعا هناك عدة أسباب كما قال المراسلكم آمر خاصة هناك حرب شرسة جدا في جنوب تركيا وهذا الحرب تقريبا وثلاثين أكثر من ثلاثين سنة وحتى الآن خمسون ألف شخص قتلوا يعني هذا السبب الأول وطبعا سبب الثاني المشاكل في العراقية في العراق وسوريا لها تأثير كبير في المنطقة وخاصة هذه الانفجارات في داخل تركيا وهناك يعني رسائل عدة من دول الكبيرة وأيضا استخبارات الكبرى لتركيا بطريق هذه الانفجارات أيضا وهذا ما أشار إليه أردوغان نحن مقال سننتصر على هؤلاء هذه التنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها سيد غيمي بيه حزب العمال الكردستاني لينفي مثل هذه الاتهامات بل إن تنظيمات محسوبة عليه كما حدث اليوم عندما أعلنت مجموعة سقور حرية كردستان مسؤوليتها عن التفجير المزدوج أمس في أسطنبول ولكن السؤال يبقى هنا ألا ترى الدول الغربية أن التزامها الصمت إزاء مثل هذه الهاجمات التي توصى بالإرهابية يعني أمر يثير الحيرة وربما يجعل البعض يضعها في محل شبهة نعم من المرجح أن سقور حرية كردستان هم الذين شنوا هاتين الهجمتين عادة عندما تقوم داعش بهذه الهجمات تقوم بقتل المدنيين لكن المنظمات التابعة لحزب الأممال الكردستاني تستهدف الشرطة والجيش وعندما نتحدث عن الصمت من جانب الغرب أعتقد أن هناك مبالغة أعتقد السفارة الأمريكية في قطر أصدرت بياناً أدانت فيها العملية البرلمان الأوروبي بعث برسالة تضعون على الشعب التركي إذن هناك بعض البيانات الرسمية الواضحة نعم من حيث التوقيت هذه العمليات تقع في مرحلة حرجة في مرحلة انتقالية بين خروج إدارة أوباما وتسلم إدارة ترامب وهناك أيضاً مسألة اختيار وترشيح وزير خارجية وربما هذه الأخبار لم تحتل مكان الصدارة في الصحف لكن هناك شعور تضامني في البلدان الغربية مع الشعب التركي دكتور جين كيس دومار ذكرت قبل قليل بأن تنظيم الدولة أيضاً هو موضع التهام من أنقرة ولكن يبقى في درجة أقل وأن الحزب الأمريكي والدستاني بحكم تاريخ علاقاته المتوترة مع الدولة التركية هو الذي يبقى دائماً في صدارة التهام لكن لماذا لا تضع أنقرة في الحسبان تنظيم الدولة باعتباره خصماً طال أنه هدد في الآوين الأخيرة وتوعد بمهاجمة تركيا وأهداف حيوية في تركيا وأن تركيا على الأرض السورية وجهت له ضربات قوية في الآوين الأخيرة خاصة في مدينة الباب طبعاً هناك بعض الأدلة في الشرطة كما تفضل المراسلكم 13 المعتقل موجودة الآن وهؤلاء أظن من الأقراط وتابعون لهزب الأمريكي الكردستاني هناك فرق الداعيش يستعمل إما السوريين أو الأتراك في داخل تركيا ولكن الهزب الأمريكي الكردستاني الإرهابيين تابع لهزب الأمريكي الكردستاني أكثرهم الأقراط هناك فرق وأيضاً الهزب الأمريكي الكردستاني دائماً يستهتف الشرطة حتى عندهم سياسة هزبية حتى يكون هناك مبررات نحن نقاتل ضد الجيش التركي أو الشرطة التركية ليس للناس العاليين وإذا كانت تركيا دائماً تتوقع من حزب الأممال مثل هذه الضربات كيف تنجح هذه العناصر التابعة لحزب الأممال أو التشكيلات الموالية لها كيف تنجح في تنفيذ عمليات بهذه الوتيرة في أماكن حساسة كهذه والسهداف الشرطة بالتحديد طبعاً هناك تعرفون يعني الحزب الأممال الكردستاني ليس مثل داعش في تركيا داعش ليس له دعم في داخل تركيا أو الشعبية في داخل تركيا ولكن الحزب الأممال الكردستاني له عناصر خاصة في المدن الكبرى وأيضاً في جنوب تركيا يعني من الذي يشجع ويدعم الأفكار حزب الأممال الكردستاني من المواطنين التركيين الشيء الثاني أنا أتوقع الحزب الأممال الكردستاني متشجع من قبل الأوروبيين أيضاً ونحن نعرف الكثير من المنظمات الموجودة في أوروبا وهناك استخبارات المراكز الاستخبارات أو المؤسسات الاستخباراتية الأوروبية تدعم هذه المنظمة يعني هناك فرق كبير هناك سؤال دكتور هذا السؤال الكبير ويطرح لوجهه لسيد ريمي بياني كيف توفق هذه الدول الغربية بين محاربة الإرهاب من جهة وبين تجاهل أو دعم كما قال ضيفنا في إسطنبول حزب الأممال الكردستاني الذي ينفذ مثله بتهدي الهجمات التي تبقى بشكلها وبطريقة تنفيذها والأهداف التي تضعها دائماً في هذه العمل الهجمات تبقى ضمن ما يوصف بالإرهاب لماذا تستثني الدول الغربية تأذرها ودعمها للدول المهاجمة المهاجمة من إرهاب إلا تركيا تستثني تركيا من ذلك أولاً علينا أن نركز على قضية أن البيكاي كي ينظر إليه كمنظمة إرهابية حزب العمال الكردستاني في أوروبا وفي الولايات المتحدة إذن هناك إدانة رسمية لحزب العمال الكردستاني لكن من جهة أخرى ما قاله الزميل الضيف الآخر صحيح تماماً أن الإرهابيون العائدون إلى حزب العمال الكردستاني هم من الداخل والعائدون لتنظيم الدولة هم من الخارج لذلك هذا شأن داخلي تركي لكن مع ذلك هناك تبادل المعلومات الاستخبارية بين الدول الغربية وبين تركي أردوغان قال أن هناك قنوات تمويل تأتي من ألمانيا ومن بلجيكا تخضع للتحقيق الآن لكنني لن أقول أن هناك تأييد رسمي من الدول الغربي هذا سيكون خطأاً فادحاً واضحاً لكن أيضاً من المهم للدول الأوروبية أن يكون لديها معلومات استخبارية لقضية تتم داخل تركيا إذن هذا أمر صعب للبلدان الأوروبية أو للولايات المتحدة أن تكون قادرة على جمع معلومات بهذا الاتجاه بينما الأسهل جمع المعلومات عن داعش من الخارج أشكرك سيد ريمي بي المحلل السياسي من ميامي ومن نصطبون أشكر الدكتور جينكيس دومار وستاذ العلاقات الدولية في جامعة مرمرة دول أوبيك ومنافساتها في أسواق النفط تحت صقف واحد في فيينا زميلة غادة عويس تتناول في الملف الثالث اتفاق منتج النفط من أوبيك وخارجها على خفض الإنتاج بدءا من الشهر المقبل ترجمة نانسي قنقر